أكد وزير الزراعة وستصلاح الأراضي سيد القصير أنه يوجد العديد من المجالات للتوسع في القطاع الزراعي وأوضح وزير الزراعة خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على استصلاح الصحراء رغم تكلفتها المرتفعة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية مش دول كتيرة في العالم بتلجأ إلى استصلاح الصحراء العالم كله لو حضرتكم تابعته الأخبار بتجده يفقد كثير ملايين الهكترات سنويا بسبب التصحر بسبب الجفاف بسبب التغيرات المناخية على الأكس بقى الدولة المصرية بتستصلح الصحراء وبتعيد إحياء الصحراء رغم أن ده بيكلف الدولة المصرية كثير من المليارات ولكن في إطار إيمانها ودعمها والحكومة وتوجهات القيادة السياسية أن ندعم ملف الأمن الغذائي